لا تمر دقيقة واحدة حتى يدخل العراق في مواجهات أمنية خطيرة يقودها داعش على أبواب بغداد تارة وفي الصحراء تارة أخرى فيستنفر الجيش العراقي وتدخل القوة الأمنية حالة مواجهة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف أشرف القائد العام للقوة المسلحة مصطفى الكاظم على العملية الأمنية الجارية في قضايا الطارمية لتأمين القضاء من الفلول الإرهابية وتفقد القطعات الأمنية لمواصلة مواجهة الخط الإرهابي الداعشي طوال الوقت حفظ الأمن من جهة والبناء والإعمار من جهة أخرى فيعلن الكاظم بملابس غير رسمية إشارة إلى بدء العمل يعلن دعوة مؤتمر دولي لإعادة إعمار بغداد وهو ينفذ جولة ميدانية في العاصمة بمعية أمين بغداد تنفيذ مشروع الطريق الدائري بخطة عاجلة تعيد إلى بغداد ألق العاصمة يتزامن مع حظر صحي لمواجهة كورونا في الحراك المرافق تتسارع ساعة التجهيزات لمرحلة الانتخابات المهمة في بناء المشروع السياسي العراقي في الأثناء يوظف رئيس الجمهورية حنكته بعد أن غرق العراق في خبرات التراكمات التي خرجت منها الرئاسة الثلاث اليوم بتجارب تفيد في كيفية التعامل مع الأزمات الثقال كل هذا يضع العراق في حراك يشتعل في كافة الجهات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية أمام انتظار مجتمع عربي ودولي لاستقرار يعيد خطوط العراق العريضة في استكمال مشاريع الاستثمار وبدء عكاساتها الواقعية التي تؤتي أكلها في التجارة والخدمات ومنح العراقيين فرصة هدوء يبنون فيها ما قد هدمه الإرهاب والفساد